سيدي محمد بشر في نوره قمر في طهره ملك يمشي على قدمي سيدي محمد واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا محبته في مهجتي بدمي اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم مشاهدين في كل مكان أهلا بحضرتك وحلقة جديدة من برنامج بك أطلئن برنامج بنتكلم فيه عن مبادئ مع الله مبادئ مع الناس مبادئ مع النفس مبادئ بنعيش بيها ونتعيش بيها وننجح بيها في الحياة حلقة النهاردة هي قصة من أغرب القصص قصة موسى والخضر هي قصة وردت في كتاب الله عز وجل في 22 آية مع أن في أحكام في كتاب الله عز وجل الحكم كله هو 3 آيات قصة من أهميتها القرآن حكيها والنبي صلى الله عليه وسلم حكيها قصة موسى والخضر قصة رجل غامض رجل غريب محدش يعرف اسمه الحقيق أو سنه الحقيقي لكن سيدنا موسى نبي من أعظم الأنبياء والخضر هو عالم غير عادي لقاء تاريخي بين سيدنا موسى وما بين الخضر والعجيب أن النبي هو اللي سعى أنه هو يقابل الخضر ويتعلم منه القصة موجودة في كتاب الله عز وجل في سورة الكهف قصة بتتكلم عن العلم سيدنا موسى ميشي مئات الكيلومترات علشان يتعلم ثلاث حاجات يتعلم قصة فقد الأرزاق وفقد الأحباب وتأخر الأرزاق ميشي مئات الكيلومترات علشان يتعلم العلم اللي الأمة ضيعته دلوقتي العلم إحنا أمة إقرأ وأمة إقرأ لا تقرأ 40% من العالم العربي دلوقتي أمي لا يقرأ ولا يكتب شوف العلم وشوف فضل العلم نبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وانتصر المسلمين على المشركين في غزوة بدر كان الصحابة ربطين على بطنهم من شدة البوع وكانوا في أزمة كبيرة جدا وكان موقف صعب جدا بس انتصر المسلمين على المشركين والمسلمين أصروا حوالي 71 من المشركين وطبعا كان ممكن أن كل واحد يفدي نفسه أنه هو يدفع أموال للمسلمين وبقى نجيب أكله ناكله نعيش حياتنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم شوف هيعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسابعين واحد لو كل واحد فيك وعلم عشر من الصحابة القراءة والكتابة هو ده فدائه ده فكر النبي ودي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فكر النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ادوني علم ما تدونيش فلوس القصة بدأت في مصر قوم بني إسرائيل هم جدل سيدنا موسى بينادي في بني إسرائيل بالعلم بني إسرائيل دايما ما بيسمعوش لكلام سيدنا موسى سيدنا موسى يقول لهم وينادي بالعلم وينادي فيهم يعني شوف بقى سيدنا موسى النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي وبيقول بقى بداية القصة بيقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل سيدنا موسى قام يخطب في بني إسرائيل فقام رجل من بني إسرائيل وقال يا نبي الله من أعلم أهل الأرض الآن مين أعلم واحد موجود دلوقتي على وجه الأرض فسيدنا موسى طبعا بص حواليه هو كلم الله فقال أنا طبعا بني إسرائيل هم قوم جدل بدأت الهمهمة هو موسى أعلم أهل الأرض فعتب الله على موسى أنه نسب العلم إليه ولم يقل الله أعلم فنزل جبريل إلى موسى وقال الله يا موسى إن لي عبدا عند مجمع البحرين اذهب فتعلم منه يا موسى إن لي عبدا هو أعلم منك عند مجمع البحرين اذهب فتعلم منه فسيدنا موسى قال يا رب دلني عليه يا رب يعني قل لي بقى علامة ديني علامة قال احمل حوتا مملحا هات سمكة وملحها وضعه في مكتل واذهب عند مجمع البحرين فإذا فقدت الحوت ستجد الرجل هي دي العلامة شوف بقى سيدنا موسى هيمشي مئات الكيلومترات ويروخ عند مجمع البحرين مجمع البحرين العلماء اختلفوا يا إما يعني عند راس محمد في سينة إما عند التقاء النيل الأبيض بالنيل الأزرق في السودان فطبعا سيدنا موسى هيبدأ أنه هو يمشي ويتعب شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي وبيقول فانطلق يمشياني على الأقدام سيدنا موسى هيخرج وهياخد معاه شاب من شباب بني إسرائيل شاب متميز جدا اسمه يوشع بن نون سيدنا موسى هيقوله يعني أنت انت هتيجي معايا ولا أطلب منك شيء سوى أن تحمل هذا المكتل فإذا فقدت الحوت فأخبرني قال لقد كلفتني بيسير يوشع بن نون اللي هو في يوم من الأيام هيقود بني إسرائيل في فتح بيت المقدس يوشع بن نون اللي في يوم من الأيام هيبص للشمس ويقول آياتها الشمس أنت مأمورة وأنا مأمور فلا تغربي حتى نفتح ويفتح الله علينا نبي صلى الله عليه وسلم بيحكي ويقول فانطلق يمشياني على الأقدام عايز النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه؟ عايز يقول أن سيدنا موسى تعب جدا علشان يتعلم العلم ده لازم تتعب ولازم تكتحد علشان تتعلم ويبقى عندك علم لازم أنت يكون عندك ثلاث حاجات أول حاجة إصرار أنك تتعلم لازم عندك عزيمة وقوة وإصرار أنك تتعلم ثاني حاجة لازم يبقى عندك أدب واحترام اللي هتتعلم منه ثالث حاجة أنك تتعلم علم مفيد الأمة دي اتبنت بالعلم شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول فضل العالم على العابد كفضي على أدناكم شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر شوف النبي صلى الله عليه وسلم فكر النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم وكلام المولى عز وجل وقل ربي زدني علما يا رب زدني علما لازم أننا نسعى للعلم ولازم نتعلم علم مفيد كمان مش أي علم شوف بقى الإمام الشفعي هو بيقول حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنوات أنا حفظت القرآن وأنا عندي سبع سنوات ثم حفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنوات ثم حفظت عشرة آلاف بيت شعر وأنا ابن 13 سنة الأمة دي اتبنت بالعلم شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة الأمة دي اتبنت بالعلم لازم نتعلم ولازم نسعى ولازم نجتهد شوف سيدنا موسى يمشي مئات الكيلومترات علشان يتعلم تلت حاجات في تلت رحلات هيمشيهم مع الخضر رحلة بحرية ورحلة برية ورحلة قروية هيتعلم وربنا هيوريه تلت حاجات هيوريه قصة فقد الأرزاق وقصة فقد الأحباب وقصة تأخر الأرزاق هيمشي سيدنا موسى ومعاه يوشع بالنون أول ما مشه شوف بقى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبها شوف بقى سيدنا موسى بيصر بيقول أنا مش هيهدالي بال إلا لما أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبها عارف يعني إيه حقبها يعني أنت تفضل ماشي على رجلك حوالي 25 سنة تفضل ماشيهم على رجلك أنا مش هيهدالي بال إلا لما أوصل لمجمع البحرين وإذ قال موسى لفتاه لأبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبها شوف كلام المولى عز وجل فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما مش هي سيدنا موسى ومعاه يوشع بالنون ومعاه المكتل والمكتل فيه السمكة المملحة والحوت المملح اللي ربنا قاله عليه والعلامة وهم مشيين عدوا الصخرة فلما جاوزها قال موسى لفتاه عدوا مجمع البحرين وعدوا الصخرة فسيدنا موسى عايز يعني ويرتاح بقى فبيقول ليوشع بالنون عدنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب هتلينا بقى لما ناكل فيوشع بالنون بيفتح المكتل فملقاش السمكة تخيل بقى شوف شوف الرد الجميل قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني قد نسيت الحوت ما قالهش على طول إلحق ده أنا نسيت الحوت لا لا قاله أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة ما تيجي بينا نرجع عند الصخرة اللي احنا كنا عندها فإني قد نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره شوف سيدنا موسى حيرد عليه ويقول قال ذلك ما كنا نبخ فارتدى على آثارهما قصصا رجع لقى الخطر فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمه يا بختو شوف ربنا لما يقول عبدا من عبادنا ده بتاعنا إحنا ده عبدا من عبادنا شوف بقى الجمال والفخر ولله المثل الأعلى طبعا لما حدي يقول ده ده ابن من أبنائي أنا عن نفسي ببقى فخور جدا لما والدي يقول ده ده ابن من أبنائي ولله المثل الأعلى فوجد عبدا من عبادنا ده عبد من عبادنا تخيل بقى فرحتك وتخيل أنت يعني سعدتك لما أبوك يقول ده ابن من أبنائي أو لما يبقى أستاذك يقول ده تلميذ من تلمزتي أو ده طالب من الطلاب بتوعي هو مش هيقول كده إلا لما أنت تكون إنسان ناجح لما تكون إنسان جميل جدا ده ابن من أبنائي فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمها شوف ربنا بيقول آتيناه رحمة ربنا قال في رحمة الأول قبل العلم لأن علم بدون رحمة ما ينفعش علم بدون رحمة حتدمر أجيال حتدمر مجتمعات حتدمر أمم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمها حيكون فيه لقاء تاريخي بين نبي من أعظم الأنبياء وما بين عالم غير عادي إلا هيحصل ما بين موسى والخضر ده إن شاء الله اللي هنعرفه الحلقة الجاية شوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكر شكرا